طب انت لو طلعت بقى ميده وحسن رابره سبعة تمانية عشرة طب ما كويس زي السنوار رياضية زي السنوار رياضية بتعيدك السنوار رياضية كان الخطيب بفاروق عفران سلطان حسن درويش الله يرحمه وكان مجد كامل كل لعيبة مصر كلها كانت موجودة في السنوار رياضية ومدرسة السنوار رياضية كانت فيها كانت هتبقى حاجة هتكسر الدنيا فانا ما عرفش احنا لليه الحاجة الكويسة لليه منخداش بك المصطفى انا بقول ما مشيت بعدها في سبعين تتعفلوها حول الله ودلوقتي بلاش وجود يعني انت شاب دلوقتي المدرب ده ما يكملش طلع عارف اقوله ما يديد بودي ده ويقوله على جثتي لايه غلط طيب هل اتحد الكورة ده يكمل ماهو برضو انت مش حايز تجددله ليه عند فينا الشعب شعب كله اجمع رأي العام مهم طبعا سيبك من السوشيل ميديا الشعب النفسه كله لا والسوشيل ميديا هي الطفلة كبيرا لا سيبك من دلوقتي ما احنا الشعب برضو اه اقوى وبعدين انتو النجوم الكورة واسازة الكورة ما انتوش موافقين طب انا خليلي عشان يدفع تلاتة شهر طب ما هيو اربع سيلي ونوص يدفع هياخد ستونية الف اه يبقى يمشي 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 خسارة بخسارة لا يعني انت شوف هيقدر بغسلين يعني انت بتفاوضه وخليت حازم يفاوضه اه وحازم مؤكد متعاطف معها يعني عشان هو اللي جايبه اه انت هتوصل ليه مع حازم معها شهر ام هو عايز سلطشر هيقدر يوافق على شهر قال لهم كل ما الليه ماخده كده فشوهم فشو فشو طب هتوفر شهر طب ايه الشهر ما انا ما دلل احنا دلل بنقوله حاجة بش ممكن يعني ولازم يدور على مدرب أسرع باتريا أسرع واحد يكون متخص انت هتلعب تصويرات كاس العالم احنا كده هنبقى خسرته أمم أفريقية وخسرته تصويرات كاس عالم ودقل يعني حاجات كتير وحاجة بش ممكن بصراحة ما انت شوفوا الراجل بتاعكم في الاهل الكولر ده كولر شو والفيرول اللي قبل منه طب هنا برضو كواسنين انت وصلتين للنقطة يا دكتور انت احنا بنخش من حاجة نطلع من حاجة بس هو انا النهاردة عشان بي حلقة خاصة فانا المفوض بدأت البداية غير اللي احنا بنتعاونها نهارجع تاني لحلقة بتاعتنا انت شايف ادارة النادي الاهلي الفاني بين ادارة النادي الاهلي وادارة الكرة ايه في مصر لا شوفوا انا ما انا قلتلك انا انا عشت في الاهلي ولعبتول 4-5 سنين انت اهلاوة اول خلي بالا لا ومعي عضوية عاملة في النادي الاهلي ايه ولعبت طايرة في النادي الاهلي اللي هابتوله وانا بقال لك لعبتوله ولبس في النادي الاهلي الخمرة اه طبعا معنا طبعا سبالي اواز حالين من اقتربه جماعة ما انا كان لازم انا في مصر يلعب لقيت انتخب مصر كرة طايرة وانتخب قتل مسلحك طبعا طبعا فهو يعني انا شايف يقولك I like the entity كيان النادي الاهلي لما رجع له في التاريخ التاريخ عظيم جدا مكلمش على الكورة اللي السياسيين الكبار اللي انشأوه وانا كنت في النادي الاهلي كان في ناس كبارة جدا وانا بلعب وبعض في الجنينة بره في الروسية يعني شاف ناس ايه ده ايه الناس دي حاجة جامدة جدا الناس كلها فانت بتتكلم ان قدرت النادي الاهلي لازم تحبها لانك انت مرة كتبت مخالك كده اه قلت النادي الاهلي ده زي روسيا تعرفش عنه حاجة اه والنادي الامريكا زي امريكا كله مفتوح 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 وده جزء مهم عشان كده انا بحيي دكتور حسن حم حسن حمدي ونفسي يعني بسأل عليه واطمئن عليه هو كويس كب معانا من الافات والله صحيتك كويسة حسن ده انا ساعدت النادي الاهلي ببلا عشان خطر حسن مصدح حسن حسن حمدي انت بتقول حسن مصطفى كتير عشان حبيب لا اصلا هو كان معايا مبارح وبحب حسن طبعا ده عملي مشكلة مع كابتل صالح سليم حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى اه قصة لما دخل وصدر الانتخابات ايه بقى العمل المشكلة بقى لا انت عارف انتخابات النادي بعد مستقل حسن حمدي والخطيب ايام مستقلت قابتل محمد عبد صالح الوحش اعمد صالح الوحش لا هما كمان قدموا استقلتهم فانا كان حقق قانوني في القانون ان انا عين اكمل انت كنت واستاذ في حتة القانون ايه براحة كده ومسلاسة كنت بيختار الحاجة المناسبة فانا كنت ايه كنت اختار اختار مصطفى اختار اختار مثلا اي حد من عندكم النادي الاهلي فكلمت شوف برده انا عملتك كلمت حسن حمدي اه طوله حسن الوضع كذا كذا انا قال لي ارجوك ما تعينش ارجوك ما تعينش وانا بقى مش مش تبوخ ان انا اعين للنادي الاهلي اه عاوز انتخابات طبعا يعني النادي الاهلي حتى انا كنت عام في قانون تابة تلاتة شباب كنت انا بعينهم ايه بس كنت باسأل برضو رئيس النادي الحاجة اللي بتريحهم عشان ايه بتاع اما انا مش هجيب حاجة اطبع انهم مزبوط مزبوط فقال التولي حسن ما انت ده بتاعتني بزنقة دلوقتي فانا بقى كقانون شاطر بقى تلافف لفة كده بتذكر الجماعة عمية دي جماعة عمية فيها صندوقين صندوق نوافق نحل صندوق مش عارف ايه وبتاع فاتفقوا ان تجرى الانتخابات هلو وطلقت المشكلة التعيين غلا يعني لا يعني مكادش تارت عمل من قانون بقول كده اللي انا عملته مش قانون فترة دي اظن الدكتور حسن مصرفة دخل ضد كابتن صالح مزبوط قال او كلينتون انت فاكري ايه يا كلينتون ايه ايه ما قال علي كلينتون فناس راعوا لكابتن صالح اقوله ده الوزير كان علاقت بكابتن صالح كويسا جدا كان رايزي مهزف جدا انا عارف كان يقابلني عالباب لما اجل نزلني المنزل نزلني بقية عالعربية انسان جميل جدا لا لا راجل جميل شخصية محبارة معاش غير النظرة اللي هما بقولوا علينا انا كنت احبه صالح طبعا فهو قالوله كذا كذا فزعل مني مع ان هو كان طول الوقت مبسوط مني ده شاب كويس وعمل شغل كويس الكلام لكابتن صالح حسن جبته بقى طلوع حسن يعني النادي له طريق ما تخشش تباوز يعني هما في مجموعة كده صالح حسن حمدي معروفة يعني السكة ماشية سيستم ماشية فانت يا حسن مفيش دعا وبقى ان حسن انت انت الوقت ايه انت رئيس اتحاد الكورة رئيس اتحاد الكورة اليد يعني معك بكر الروس اوليسانس قال لي اه قلت له طبع تخش عالدكتوراه بقى طلع دولي بقى قال لي قلت له عن ساعدك يا حسن انا كدولة عساعدك وحسن شاطر خصية جميلة جدا حسن الناس اللي محترمة في مصر يعني فالمهم دخل بقى ساعد طبعا والفالح بقى كان زعلان من دي فام ان انت فهمت بقى اه والله العظيم وحيات ولادي ما انا ما وفت ضده ضده طب انا عشان اقفل حتة افريقيا دي انت شايفت محمد صلاح كموهبة طلعت بالصدفة ولا هو الولد اللي يساعد نفسه واشتغل وعمل وكل حاجة وصعب ان يطلع واحد زي محمد صلاح تاني بص دكتور بصفة ربنا سبحانه وتعالى حطت فينا كلنا مواهد انت موهب في الكرة وكذا انا موهب في السياسة وكذا والادارة مثلا اه فبالتالي لو انت مطلعتهاش يبقى خلاص ربنا دلك زي زي الجوهرة تحت الارض او في البحر اه بتطلع على البتاعها وتبدأ تجليها تعمل الالماظ وتعمل كلام دا كلام مظبوط فهو محمد صلاح جوهرة لما يعني هو لما تشوفه كراويا لا مش 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 تالنت مش حاجة كبيرة اوي زيك وزي خطيبه على ابو جريشة والناس دي كلها نعم انما هو هو طور نفسه واشتغل على نفسه واتك على الموهب اللي بده هالوربين السرعة مزبوط يعني انا متصور ان صلاح السرعة فديته جدا واشتغل على نفسه كمان من قول بسمانية وكلام دا واشتغل بقى شغل علمي مية في المية لا سوبر سوبر السرعة لا متطلعش تاني حد مش هتطلع حد مش هتطلع حد طلع حد كرة لعيب شاطف كويس مصطفى عبدو دا مصطفى محمد دا هلعيب كويس وبتاعي طب وبعدين لا لغة ولا كزا ولا هيعمل اعماله صلاح صلاح انت شغل مكررش تاني لا لا طبعا طبعا هل انت شاف حدريك ان احنا استفدنا من نجمة علامي في سياحة والسياسة وكل شيء ولا دكتور مصطفى انا كل سنة بروح لنن اه اول ما اعرف ان انا مصري مصلاح مصلاح والله مش بجبالك لا ما هي دي حقيقة ما انا حصل كده اه يعني مش بقول عرب كمان او مصريين لا انجليز اه طبعا الولاد السواريين الانجليزين بس ضبط شو بيعملوه معا ايه وهو كمان زكي يروح المدارس يعمل وش عارف ايه يعمل وش عارف ايه اول مرايب اللي يعمل حركة كده يعني يقولك ده بيحتفل بعيد الميلاد ايه يا جماعة مصري كله وانا معايا